أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب يقول الله عز وجل ومنهم من يستمع إليك من هم هؤلاء هؤلاء المنافقون وهم جنس آخر من الكافرين بعد أن ذكر الله تعالى حال الكافرين المشركين الذين هم أهل مكة ومن كان على ملتهم من الشرك ذكر الله حال المنافقين وليبين أمرهم قلة شأنهم وليحط من قدرهم قال الله سبحانه وتعالى ومنهم من يستمع إليك أين يستمعون إليك؟ في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد هم يستمعون إليك قال يستمع ولم يسمع هؤلاء المنافقون يستمعون لماذا يستمعون؟ مع أنهم لا ينتفعون ما الفرق بين السماع والاستماع؟ السماع هو أن تسمع الشيء غير مبالم فيه يعني أنت مررت بالشارع وسمعت صوتاً لكن الاستماع كما أنت الآن منصت إليك تستمع إلى ما أقوله لتعيه فهم لماذا يستمع المنافقون؟ مع أنهم لا ينتفعون نعم إيش؟ أحسن تبارك الله فيك ليبعدوا عنهم الشك وليبينوا وليظهروا أنهم مهتمين بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم من أحرص الناس عليه انظروا إلى هذا الوصف وصف من أوصاف المنافقين الظهور بأنهم حريصون على هذا الحديث الذي يقال حتى إذا خرجوا من عندك أي خرجوا بعد مجالسك قالوا للذين أوتوا العلم من هم الذين أوتوا العلم؟ الصحابة المؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أجمل وما أعظم هذا الوصف العظيم لأهل مجالس الذكر فإن الله وصفهم بأنهم أهل العلم أولو العلم إذا كانت هذه شهادة الله لأهل هؤلاء المجالس أصحاب هؤلاء المجالس مجالس الذكر وخصوصا المجالس التي يتلى فيها كتاب الله عز وجل ويبين كمثل هذه المجالس التي نحسبها بإذن الله من مجالس الذكر ونرجو الله أن يجعلنا من أهلها وأهل العلم فيها قال الله قالوا للذين أوتوا العلم وصف شرف هو ليس فقط هو وصف يعني عابر وإنما وصف شرف كأن الله تعالى يقول هؤلاء الذين يستمعون إلى الذكر وينتفعون به الذين أتوا إلى هذا الذكر يريدون الانتفاع يريدون الإيمان يريدون العلم يريدون العمل هذه المقاصة إذا تحققت في طالبي العلم في مجالس الذكر فإنها بإذن الله وصف له بأن يكون من أهل العلم بما وصفه الله عز وجل ولا شك أن أعظم وأشرف أهل العلم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا ما الذي جعلهم يقولون ماذا قال آنفا نعم إما أن يكون المراد إما أن يكون المراد تشكيكهم التشكيك وإثارة الشكوك في أفراد المسلمين يعني مثل ما لو صورنا الأمر لو إنسان جلس إلى مجلس مع إنسان لا يريده ثم ذهب يقول يا أخي شكو لهذا هذا كلام صحيح أو نحو هذا يقلل من شأنه يقلل من شأنه أو يحاول التشكيك في أمر هذا الكلام هذا غرض من أغراضهم الغرض الثاني الذي يوافق حال المنافقين بكونهم يظهرون الإيمان يعني كأنه يظهر لصحابة رسول الله الصادقين المؤمنين أنهم يريدون الاستفادة القصوى فيقولون ماذا قال قبل قليل في كذا فكأنه يتحقق ويتأكد من هذا الصحابي ليظهر له أنه مهتم وليبعد عن نفسه الشك والريبة هذا احتمال آخر في قولهم ذلك والله أعلم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم لماذا طبع الله على قلوبهم الله يا أخي أنه وصف عظيم وصف ينبغي أن يخاف منه الإنسان وهو أن الإنسان إذا حضر مجالس الذكر لا يريد منها ذكرا ولا يريد منها نفعا أو بل شد من ذلك يريد أن يسيئ إلى أهلها أو أن يلمزهم هذا من أعظم أسباب طبع الله على قلوب أصحاب أولئك أن يأتي للذكر لا للذكر وإنما ليحارب أهل الذكر أو ليلمزهم بعض الناس يذهب ليستمع إلى بعض الأشرطة أشرط بعض الدعاة ليتصيد عليهم وينشر هذه ما صاده فيها والتقطه منها مما يريد فيه الإساءة ينشره بين الناس انظروا ماذا قال والله إن هذا من أسباب طبع القلوب يا ذنب الله طبع الله على قلوب أولئك ربما يظهرون النصح ويريدون الخير أو يزعمون أنهم يريدون الخير لا والله لا يريدون الخير كيف يريد الخير من يتتبع أهل العلم والدعوة ويظهر سوآتهم أو يحاول تأويل أقوالهم بما لم يقولوا هذا والله ونسأل الله أن يحمينا وإياكم من أسباب طبع القلوب قال واتبعوا أهواءهم لاحظ يعني أن من يفعل ذلك ومن يحضر هذه المجالس كالمنافقين الذين يستمعون إلى مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريدون الذكر ولا الانتفاع ولا الإيمان وإنما يريد فقط أن يقال لهم هؤلاء من المسلمين ويحوزوا على ما يحوز المسلمين من حفظ أمنهم وسلامتهم ويجرى عليهم إحكام الإسلام واتبعوا أهواءهم قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم لاحظوا مقابلة أهل النفاق بأهل الإيمان وهنا وصف أهل الإيمان بوصف يختلف عن وصفهم مع الكافرين لاحظوا نقال والذين اهتدوا هؤلاء الذين أتوا طلب الهداية أهم أتوا لطلب الهداية وأتوا لطلب الانتفاع وطلبوا ما جزاؤهم قال الله زادهم هدى ويبين هذا أيها الأخوة أن الإنسان إذا أتى إلى مجلس أو رغب في أمر حديث ليزداد به هدى قال الله ليحصل على هدى قال الله زادهم هدى أن من أسباب زيادة الهداية وزيادة الإيمان في نفس الإنسان هو أن يأتي الإنسان إلى هذه المجالس طالبا الهدى قال الله تعالى وآتاهم تقواهم ما مناسبة هذه الجملة وآتاهم تقواهم يعني يحفظهم من دخائل الشيطان ومن حضوظ النفس يعني أن الإنسان إذا أتى صافيا النية لهذه المجالس فإن الله يحقق له التقوى فيكون أمره خير وعاقبة هذه الدروس له خير ولا يأتيه من هذه الدروس إلا الإيمان ولا يأتيه منها كبر أو عجب أو افتخار أو نحو ذلك وهذا لأخوة مدخر دقيق قل أن ينتبه لها الإنسان تأملوا أن الإنسان إذا آت إلى هذه المجالس نيته خالصة فإنه سيصف له كما قال لمحمد من صفى صفى له من كدر كدر أما الذي يأتي ليباهي ليجاري به السفهاء ليقال فإنه سيحصل على شيء من ذلك لكنه سيكون عاقبة له أنه لن يؤتى التقوى في هذا الإيمان سيحصل له في ذلك كبر أو عجب أو نحو ذلك وستكون عاقبته بمثل ما كان في نيته فأخلص النية أيها الإخوة في كل ما تطلبونه لله خصوصا في مجالس الذكر وفي طلب العلم بل حتى في مدارسكم في جامعاتكم لتكم نيتكم خالصة فتكون عاقبتكم حسنة بإذن الله قال الله تعالى فهل ينظرون هؤلاء المنافقون وهؤلاء الكفار كلاهما جميعا فهل ينظرون على فعلهم هذا وكفرهم وصدهم وسخفافهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغته فقد جاء أشراطها ما هي أشراطها؟ أشراطها التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم علاماتها ومنها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الأخبار التي بيّن أنها من علامات الساعة الصغرى أو الكبرى لكن المقصود هنا الصغرى لأنه قال فقد جاء أشراطها ومن الأشراط التي جاءت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكفى بها علامة يعني ألا يكفيهم أن يأتيهم من الله هذه العلامة التي جعلها الله مع علامات الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدت أنا والساعة كهاتين فيبين لهم أنه لا حجة لهم فالأشراط قد جاءتهم فأن لهم إذا جاءتهم أي الساعة ذكراهم أن لهم إذا جاءتهم ساعتهم إما بالموت أو الساعة الكبرى بالعذاب أو ساعتهم بالعذاب أو ساعة القيامة أن يتذكروا ويتفعوا لا يتذكر الإنسان في ساعة قد انتهى فيه أجله وانقضى فيه أمره قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذمدك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومفاكم فاعلم أنه لا إله إلا الله فهنا العلم لا يمكن العمل إلا بعلم صحيح والعلم ابني على كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله تفيد العلم والعمل قوله فاستغفر لذنبك وللمؤمنين فهذه لا يدال على أن العلم قبل العمل وأن العلم يهدي إلى العمل وأنه لا علم صحيح إلا بعمل هتف العلم كما قال علي هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل هذا يبين في هذه الآية الإخوة أن العلم لا بد له من عمل ثم أيضا في هذه الآية في قوله واستغفر لذنبك أن الإنسان مهما عمل ومهما علم لا يزال في تقصير في حق ربه مهما حقك لن تستطيع تحقق كمال العبودية لله عز وجل لما فطر الناس عليه من الخطأ والضعف والذنب كل ابن آدم خطاء فقوله واستغفر لذنبك بأنك لم ت وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لغيره لكل من قرأ هذه الآية وللمؤمنين والمؤمنات وذكر المؤمنات هنا لما كان الأمر متعلق بالواجب في الانتظار الساعة والإيمان والتوحيد فذكرهن وخصهن ذلك عناية من الله عز وجل بشأن النساء والله يعلم متقلبكم ما معنى متقلبكم يعني تقلب أحوالكم بين الليل والنهار وأحوال صلاتكم بظهرا وعصرا ومغربا تقلب الأحوال وتقلب الشرائع فيكم ويعلم مثواكم ومثواكم أي مآلكم ومصيركم وعاقبتكم ثم قال الله سبحانه وتعالى وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ لَا نُزِّلَتْ سُورَةَ انظروا هذه الآية من الآيات الصريحة على مقصد السورة وأنها في القتال ويقولوا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ لَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ وماذا يقصد بالسورة؟ يقصدون فيها أحكام القتال المقصود هنا لولا نُزِّلَتْ سُورَةٌ وآياتٌ تُبَيِّن لنا أحكام القتال يقولوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَتْ سُورَةَ يكون فيها أمر القتال قال الله فَإِذَا أُنْزِلَتْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ قَوْلِهِ نُزِّلَتْ وَأُنْزِلَتْ في كتاب الله عز وجل مما هو ظاهر غالب ليس مضطرد نعم أحسنت أن التنزيل ظاهر بالتدرج فكأنهم قصدوا بذلك في قول لولا نُزِّلَتْ آيات ليست سورة كاملة فقال فإذا أنزلت سورة وهي سورة كاملة كأن الله عز وجل كأن في هذه الآية نأخذ منها أن هذه السورة سورة محمد أنزلت مرة واحدة مرة جملة واحدة جملة واحدة إن كان المقصود بقوله سورة محكمة المقصود بها هذه السورة على خلاف بين وفسرين ولكن يظهر أن المقصود بها هذه السورة وأن قول المؤمنين كان قبل نزول هذه السورة وكأن هذه السورة أيضا كأن هذه لا يهم من أسباب نزول هذه السورة إذ أنه جرى حديث بين المؤمنين والمنافقين فقال المؤمنون لو أنزل الله تعالى أحكام القتال وهذه السورة متى نزلت في المدينة لكن متى هي نزلت والله أعلم بعد بدر وقبل أحد بعد بدر وقبل أحد كأنهم لما قاتلوا الكافرين المشركين في بدر ونصرهم الله تحفزوا إلى القتال إلى القتال للمشركين وتطلعوا إلى أن ينزل الله عز وجل آيات الجهاد وتكليفهم به هذا واضح في هذه الفترة فإن الإنسان المنتصر يتطلع إلى نصر آخر قال الله سبحانه وتعالى فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال ولهذا سميت هذه السورة بسورة القتال قال محكمة ماذا يبين ماذا يدل عليه قوله سورة محكمة أي عازمة القتال محكمة هنا يعني مجيبة للقتال ومحكمة له أو أنها محكمة لم ينسخ منها شيء إما أن يكون مقصود سورة محكمة فيها إيجاب كما قال الله عز وجل سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات تأكيد بأنها مفروضة فهنا محكمة موجبة على المؤمنين أو أنها محكمة غير منسوخة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت إذ أن المنافقين حين ينزل آيات الجهاد وهم لا يريدون الجهاد لأن ذلك يعرض نفوسهم إلى الهلاك وهم لا يريدون الهلاك هم يريدون مصلحتهم الدنيوية فإذا أنزلت سورة رأيت الذين في قلوبهم مرض ولم يقل المنافقون بل لأن الأمر الذي حصل منه بسبب مرض قلوبهم وما في نفوسهم من الأهواء ينظرون إليك نظر المغشي عليهم الموت يعني من الخوف يعني خوفاً من هذا الأمر الذي نزل عليهم فأولى لهم ما معنى فأولى لهم إما أن يكون مقصود فويل لهم وهنا يؤكد هذا المعنى قطع الآية بالفاصلة فأولى لهم أي فويل لهم كما قال الله زوجل في سورة القيامة أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى قال الله عز وجل المعنى الثاني فأولى لهم فأولى لهم أن يطيعوا فأولى لهم أن يطيعوا الأولى لهم أن يطيعوا فنقولوا طاعة أما المعنى الأول فهو فويل لهم قال طاعة وقول معروف على المعنى الأول أن طاعتهم وقولهم معروفة لا حاجة إلى أن يقولوا ما يقولوا طاعة وقول معروف أي طاعتهم معروفة أنهم لن يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقولهم معروف ماذا سيقولون والمعنى الثاني الأولى لهم أن يطيعوا ويقولوا قولاً معروفاً فإذا عزم الأمر أي جاء الجد في أمر بالجهاد ونودي الجهاد فلو صدقوا الله وما معنى صدقهم لله عز وجل هو امتثالهم لأمر الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم وانقيادهم لهذا الأمر وامتثالهم له لكان خيراً لهم وفي هذه الآية قاعدة أيها قاعدة عظيمة من قواعد القرآن أن من صدق الله في أي أمر من الأمور كان أمره خير وعقبته خير فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم فإن كل من صدق الله عز وجل فإن الله سيصدقه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضاء الأحب ومنهم من ينفذروا ومبدلوا تبديلاً وقوله عز وجل يا أيها النبي قل لمن في أيديكم الأسرة إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم فهنا قاعدة أيها الأخوة ليجعلها الإنسان أمام ناظريه وهو في هذه الحياة تعامل مع ربه أنه كلما صدق الله في أي أمر من الأمور فليعلم أن الله تعالى وعده بالخير وعده بالخير فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم قال الله فهل عسيتم أي المنافقون إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم هم كأنهم إنما تعذروا عن الجهاد لماذا؟ قالوا والله سنقق يعني هنا هم لا يريدون أن يواجه المشركين لأن هؤلاء المشركين بينهم وبين المشركين ود ولا يريدون أن يواجهونهم فيقطعون هذا الوصل الذي بينهم وبين الكافرين فقال الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم وتراجعتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أي أن توليكم هذا سبب للإفساد في الأرض لماذا؟ لأنهم بتراجعهم قد يجترئ الكفار عن المسلمين ويقل تقل يعني فئة المسلمين تضعف فئة المسلمين كما فعلوا في أحد حينما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد عبد الله بن أبي معه وكان قدرهم ثلث الجيش وهذا الحقيقة سيؤثر في نفوس المسلمين وعزمهم وسيربكوا أمر الجيش إلا أن ذلك أمر يمنعه بإذن الله صدق المؤمنين وصحبتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقينهم بالله قال الله أن تفسدوا في الأرض لا شك أن التولي عن القتال إفساد في الأرض لأن ذلك يجرئ الكافرين على المسلمين ويضعف قائمة فئة المسلمين قال وتقطعوا أرحامكم والمقصود بالأرحام هنا المسلمين أن هذا الذي ستؤولنا إليه من الارتداد سيؤول إلى قطيعة الأرحام بينكم وبين المسلمين إما بأنكم تسببون في أمر يضر المسلمين أو أنكم بعد ذلك تشقوا يكون الخلاف بينكم وبينهم وتكون قد قطعتهم الأرحام ومن الأرحام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طاعته أولئك الذين لعنهم الله أن ما ارتد عن دين الله وعن أمر الله استحق لعنة الله يا ذنب الله الله يا أخواني إن هذه الآية عظيمة لمن تأملها وتدبرها إذا كان الارتداد عن دين الله والتخلي عن الأمر بالجهاد سبب للعنة الله والله إن هذا لأمر فضيع لو تنبه لهم المسلمون واليوم يا أخوان المسلمون اليوم ينادون بأمر الجهات والوقوف في صف إخوانهم دعوة ودعاء ودعما وتجد من المسلمين لا يهبه لا يبالي كأن الأمر لا يعنيه ولا يفكر في حال أمر المسلمين فضلا عن أن يقدم ولو أمر يسير ربما الدعاء لا يدعو ربما الهم لا يحمله ولا يفكر فيه ربما يرى هذه الفضائع والجرائم ولا تحرك فيه ساكن ينام ليلة ويقوم نهارة ويعبث ويلهو وكأن الأمر لا يعنيه والله إن هذا أيها الأخوة لا يخشى عليه من أن ينال غضب الله عز وجل لأنه لم يحرك فيه ساكن المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل جسد الواحد فإذا لم يكن هذا الأمر محركا لنا أيها الأخوة فما الذي يحركنا هذا الذي يبين الصدق أيها الأخوة والعزم على نصر دين الله بما يستطيعه الإنسان نحن لا نقول لمن لا يستطيع حمل السلاح حمل السلاح أنت بما تستطيعه وأقل ما استطيع الهم والدعاء لإخوانك قال الله عز وجل أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ثم قال الله أفلا يتدبرون القرآن ما أجمل وأعظم وأبلغ هذه الآية ومناسبتها في هذه السورة وهذه الآيات أي أن هذه الآية واردة في الحظ على القتال وتحفيز نفوس المؤمنين إذا لم تتحفز نفوس المؤمنين بمثل هذه الآيات ولا تغير أمر الإنسان في نفسه ويقرأ هذه الآيات أين هو عن كتاب الله أفلا يتدبر القرآن الذي يقرأ قول الله عز وجل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ويقرأ قول الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم ويقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم أين القلوب الحية من هذه الآيات أفلا تتحرك وتنهض وتستيقظ لنادي لمنادي الله عز وجل ولهذا قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله كأن الله تعالى يقول الذي يقرأ هذه السورة ولا يحرك فيه ساكنا لا فائدة فيه على قلبه قفل ولم يقل قفل أم على قلوب أقفالها قفل الغفلة قفل الخوف والوهن وقفل طمع الدنيا والتعلق بها وحبها وطول الأمل كل هذه أقفال عن تحرك الإنسان إلى أن يقوم إلى الجهاد في سبيل الله ويبذل نفسه فيما يستطيع من نصرة دين الله ونصرة أوليائه قال الله تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين له هدى هذه الآيات هدى يا إخواني بينات ومحكمات الذي لا ينفعه تلك الآيات والله ليس فيه خير وليس فيه نفع لذلك قال إن الذين ارتدوا على أدبارهم بعد هذا البيان بعد هذا التفصيل وهذا الهدى بعد ما تبين الهدى الشيطان سول لهم ماذا سول لهم خوفهم وأطمعهم في الدنيا وأوقع الوهن في نفوسهم وأملى لهم في الدنيا بأنكم خير السلام خير لكم والراحة خير لكم من أن تعرضوا أنفسكم انظروا الشيطان كيف يزين للإنسان فيهنه فيقعده تصوروا يا أخوان لو نادى الجهاد الله المستعد كيف يكون حالنا لو نادى الجهاد الشرعي الصحيح ماذا يكون حالنا اسأل نفسك هذا السؤال وقف مع هذه العيات هل أنت مستعد أم تقول الله أنا ما أستطيع أنا منشغل بأعمالي أنا منشغل بأموالي أنا منشغل بأهلي أولادي كيف أفعل الجهاد له أهله هكذا أيها الأخوة تبلى القلوب وتمتحن فإذا كان عندك صدق ويقين ونصرة واستعداد فستنهر ولن تلتفت إلى شيء من تلك الدنيا الفانية لأنك أمام أمر الله وأمام جهاد في سبيل الله وأمام نصرة دين الله وأمام حظ عظيم لك في الدنيا وفي الآخرة بالنصر والتمكين أو الفوز والشهادة والمقام العظيم عند الله قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم يعني كأن الله تعالى يقول هنا في حال ما الذي منع الكافرين ما الذي منع المنافقين من الجهاد قال بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله أي الكافرين المشركين سنطيعكم في بعض الأمر ما هو بعض الأمر الذي سيطيعونهم به ما هو بعض الأمر إما أن يكون هنا سنطيعكم في بعض الأمر يعني في الكفر سنطيعكم في الكفر ونخفي هذا الكفر في نفوسنا أو سنطيعكم في بعض الأمر فيما يتعلق بشأن المسلمين وتوهينهم وتشكيكهم أو نحو ذلك والله يعلم إسرارهم وفي قراءة إسرارهم إسرارهم ما يكون في نفوسهم من الرغبة إلى الكافرين والطمع في ما عندهم أو طاعتهم أو كره ما أنزل الله أو كره المؤمنين فإن الله يعلم إسرارهم وهذا يبين أن الله سيكشف أمرهم فضيحة لهم قال الله فكيف إذا توفتهم الملائكة ويضربون وجوههم وأدبارهم ما مناسبة هذه الآية مناسبتها أنهم لما ارتدوا عن الجهاد في سبيل الله الذي فيه فيه كر وفر وفيه ضرب وصولة وجولة ذكر الله تعالى حالهم في الآخرة أو عند الموت وأنهم سيصيروا إلى هذا الأمر وسيواجهون ما قد يواجهونه ويخافون منه في القتال قال الله فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم كأن تصويراً لمن يضرب في القتال وأدبارهم تصويراً لمن يفر يعني كأنه يقول الموت حاصل لكم حاصل لن تفروا وأنكم مقبلون على خوف من الموت أشد ما تخافون منه الآن قال الله عز وجل ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله اتبعوا ما أسخط الله وما هو الذي أسخط الله أسخط الله عز وجل نفاقهم وتطيطاعتهم للكافرين واستهزاهم بالمؤمنين وعدم صدقهم وغير ذلك وكرهوا رضوانه يعني كرهوا ما يرضي الله عز وجل من الجهاد والدعوة إليه والإيمان ونحو ذلك قال الله فأحبط أعمالهم ولهذا يبين أن من سخط ما أنزل الله عليه وكرهوا فإن ذلك سبب لحبوط أعماله أم حسب الذين في قلوبهم مرض هؤلاء المنافقين ألا يخرج الله أضغانهم أي ما في قلوبهم من الضغن والحقد على المؤمنين وعلى أهل الإيمان أيحسبون أن الله لن يخرجه قال الله سبحانه وتعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم يعني لو نشاء لعرفناك أسماءهم وأوصافهم وأعينهم كأن في هذه الآية بيان أن الله عز وجل سيخبر نبيه بالمنافقين وهل أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على جميع المنافقين فيه خلاف هل أطلع الله تعالى نبيه على أعيانهم بأنه يعرف أن هذا منافق يقول أنه ما نزلت هذه الآية إلا وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أعيان المنافقين بأسمائهم ولكنهم لم يخبر به أحدا إنما أخبر بعض منهم حذيفة بن أمين والسر للرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي معنى آخر أو قولا آخر أن الله عز وجل لم يطلع نبيه إلا على طائفة منهم قال فلا عرفتهم بسيماهم يعني تعرفهم السيمة يعني وهي العلامة علامات تعرفهم بها إما في وجوههم أو في أقوالهم أو في أحوالهم ولتعرفنهم في لحن القول يعني هذا أمر ظاهر واقع ولتعرفنهم في لحن القول يعني ستعرفهم بلحن أقوالهم ولحن القول ما هو لحن القول هو سلمكم الله الإنسان يتكلم بأمر وهو يريد غيره يوهم الآخر أنه يريد ذلك ولا يريده والذي معه يعرف أن كلامه ذلك غير صريح غير صحيح فهو لحن القول الذي يظهر به الإنسان خلافا ما يبطن خلافا ما يبطن قال الله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول فالإنساء المؤمن يعرف لحن القول ومن يؤتيه له في رأسة يعرف ولذلك عثمان رضي الله تعالى عنه يقول ما أسر عبد سريرة ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على إيش فلتاتي على قسمات وجهه أو فلتات لسانه سبحان الله الإنسان يا أخواني مهما أظهر مهما أبطن فسيظهر في وجهه ولذلك أصحاب المعاصي يظهر على وجوههم معاصيهم أصحاب الشهوات يظهر لهم معالم أصحاب الشهوات الشبهات تظهر لهم معالم مختلفة وغير ذلك وأهل الإيمان يظهر لهم النور وأيضا في بيانهم وكلامهم من الخير والهدى وغير ذلك قال الله تعالى والله يعلم أعمالكم والخطاب هنا للمؤمنين وللمنافقين يعلم أعمالكم وأنتم فيه ولنبلو أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم هنا الخطاب للمؤمنين والمنافقين كأنه لعلهم يتوبون لعلهم يأوبون إلى بعد هذه النصيحة وبعد هذا البيان وهو خطاب للمؤمنين ولنبلو أنكم بماذا؟ بالجهات حتى نعلم المجاهدين منكم الصادقين أيضا أي الصادقين المؤمنين والصابرين ونبلو المنافقين أيضا قال الله تعالى ونبلو أخباركم ما معنى نبلو أخباركم يعني نمتحن أعمالكم نمتحن ماذا تكونون عليه وماذا سيقول أمركم وحالكم قال الله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم قيل أن هذه الآية للإخوة في المنافقين وقيل أنها عود على حال الكافرين في أول السورة حتى يعود الأول السورة على آخرها فيكون الحديث في الكافرين وقيل أنها آية يراد بها أهل الكتاب الكافرين لأن الله يقول إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله من أهل الكتاب وشاقوا الرسول أي من أهل الكتاب وشاقوا الرسول خلفوه هم شاقوا الرسول خلفوه من بعد ما تبين هم الهدى الهدى مما أنزله الله والهدى الذي عندهم في كتبهم لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم هذه في طائفة ثالثة وأهم أهل الكتاب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم عود على المؤمنين في السورة فيها خطاب للمؤمنين وعن الكافرين أطيعوا الله ورسوله ومن طاعته اتباع أمره والجهاد في سبيله إذا نادر المناديه قال الله ولا تبطلوا أعمالكم كيف يكونوا إبطالوا العمل كيف يكونوا إبطالوا العمل إما إبطالوا العمل بالرياء والنفاق وغير ذلك وإما أن هذه الآية تبين معنى آخر قل أن يعني يلتبه له على القارئ وهو أن إبطال العمل يعني قطاع العمل كان الله تعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واستمروا على ذلك لا تنقطئوا أكثروا من النوافل أكثروا من الصلاة أكثروا من الأعمال فلا تبطلوا يعني تقطعوا ففسروا هنا البطلان بالقطع قال الله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم هنا في بيان حال الكافرين عند الموت فإن الله تعالى أن يغفر لهم تئيسا لهم ثم قال الله تعالى للمؤمنين فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم لاحظوا أن هذه الآية تختلف عن آية الأنفال وأن جانحوا للسلم فجنح لها هنا قال ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم لماذا؟ لأن حال المؤمنين هنا في حال قوة في حال قوة هم بعد بدر فلا تسالموهم ما دمتم في قوة وفي مكنة وفي تمكن حتى لأن السلم في حال القوة ماذا يؤدي بالمسلمين إلى الوهن وإلى الانشغال بالدنيا أما في حال الضعف الذي لا يستطيعون فيه مواجهة الكافرين فلا بأس وعليه تنطبق الآية في قوله وانجنحوا للسلم فاجنح لها وهذا ما يبين أحكام السلم والحرب وهو قد فصله العلماء من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذلك ببيانا كافيا وافيا لمن أراد أن يرجع إليه قال الله وأنتم الأعلون هذا مما يبين أنه في حال علو وهو الحال الذي كانوا فيه بعد بدر والله معكم أي ما دمتم على في نصرة دين الله فالله معكم ولن يتركم أعمالكم يعني لم يبخسكم أعمالكم سيهبكم أعمالكم وأجوركم كاملة ومن ذلك نصركم وعاقبة أمركم الحسنة ثم قال الله تعالى إنما الحياة الدنيا لائبة ولهم هنا هنا في سبب من أسباب بيان سبب من أسباب التي تمنع الناس المؤمنين من قيام بالجهاد وهي الحياة الدنيا والشغال بها فالله تعالى هنا كما أنه يحفزهم فينبههم ويحذرهم من الأسباب التي توهنهم عن القتال وهي تعلقهم بالدنيا فقال إنما الحياة الدنيا لعب وله وما الفرق بين اللعب والله اللعب هو الذي لا هدف فيه يعني لا هدف فيه كمثل اللعب الأطفال والله هو الذي يكون بعد راحة يعني يكون بعد عمل إنما يرتاح فيه الإنسان يلهو يجد طاقتهم لكن إذا استمرأ فيه فهو مذموم في ذلك قال الله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب أي لا فائدة فيه أو له يشغلكم عن الجد والعمل والقيام بالأمر وإن تؤمنوا وتتقوا تحققوا الإيمان والتقوى باليقين ونصرة دين الله عز وجل والتحفيز الصادق لنصرة لله يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم أي أن الله عز وجل هنا يقول إنما يبعثكم الجهاد لا يعني تبذل الأموال وإنما لسلامتكم أنتم ومصلحتكم أنتم فقوله يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم يعني لا يسألكم أموالكم كلها ليفنيها لكم وإنما يسألكم الأموال للإنفاق في سبيل الله ليبقيكم بها فهو حظ لكم وليقيم بها دين الله عز وجل فقوله ولا يسألكم أموالكم أي لا يسألكم الله عز وجل أن تنفقوا الأموال كلها في سبيل الله عز وجل وإنما أنفقوا ما استطعتم وما أمكانكم إن يسألكموها كلها في سبيل الله فيحفكم تبخلوا إن يسألكموها فيحفكم أي يلحح عليكم ويلزمكم بذلك الحاف هو الإلزام والالحاح بالشيء يكرهكم عليها فتبخلوا ولا شك أن إنسان بطبيعة أيها الأخوة إذا طلب وألح كره ذلك حتى وإن كان في أمر خير يعني أنت لو أتيت إلى شخص قلت أخي أنفق في سبيل الله ابذل يا أخي هذا مال الله يا أخي هذا في سبيل الله والجهاد مشرع والموسات الخيرية وتكرهه فإنه سيبخل أو سيعطيك عطاء بكره فالله تعالى لا يريد ذلك قال الله تعالى فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم يخرج ما في قلوبكم من كره الإنفاق وعدم الحرص أو الحرص على المال قال الله ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله يعني هي دعوها لكم أنفقوا في سبيل الله فكأن الآية هنا ختم الله السورة بعد حظ المسلمين على الجهاد قال ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه يعني الذي يبخل سيكون مآله على نفسه لأنك ببخلك سيؤدي ذلك إلى قد هزيمة أو إلى عاقبة سيئة لك والله عز وجل افتنك بهذا المال والله الغني والله عز وجل لا يسألكم الأموال لنفسه فهو غني سبحانه وتعالى وإنما ليبقي دينكم ويظهر عزكم ومقامكم ويبقي ما أنتم فيه من نعمة وأنتم الفقراء فأنفقوا في سبيل الله يؤتكم خيرا مما أخذ منكم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم أي إن تتولوا عن الجهاد تبخلوا بالمال وتتولوا عن الجهاد يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم الصحابة حينما أنزل الله هذه الآية ماذا قالوا قالوا يا رسول الله ومن يستبدل بنا أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظنون لا أحد يستبدله الله بهم قال من يستبدل الله بنا فكان بجواره سلمان فضرب على فخذه قال هذا وقومه أي أن الله عز وجل إذا انكفأ العرب وارتدوا عن الإسلام فإن الله سينصر بقوم آخرين من العجم ومن الفرس وكأن المفسرون أو بعض المفسرين استنبط في هذا أن أهل الفرس أن فارس إذا آمنت لا ترتد إذا آمنت لا ترتد بقوة بأسها وهذا التماس من هذه الآية ثم قال لا يكونوا أمثالكم أي لا يكونوا أمثالكم في الضعف والهوى ووهن والخوف والارتداد وهذا أيها الأخوة نختم في السورة في أن الله عز وجل في هذه السورة يحضنا ويحفز نفوسنا إلى القيام بأمر الله والجهاد في سبيل الله بما نستطيع والبذل من أموالنا بما أمكننا في سبيل الله عز وجل فإننا إن تخلينا عن ذلك فإنه سيأتي قوم يحبهم الله ويحبون أذلة على الكافرين أعزة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله وليخفون لما تلعب يا إخواني لن نتقاعس لا نضعف لا نوهن فيستبدل الله عز وجل بنا قوم آخرين فإن ليس بين وبين الله نسب ولا حسب والله إرتددنا بضعفنا ووهنا وتعلقنا بالدنيا وتركنا نصرة الله ودينه وأولياءه والله سيأتي أناس ينصرونه وينصرون دينه وأولياءه فنحن أولى يا إخواني أن يكون لنا في ذلك قيام بأمر الله بما مكننا الله في هذه البلاد وما أعطانا الله من النعمة وما منحنا الله من الفضل نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أنصار دينه وأن يوقظ في قلوبنا الغيرة لدينه ونصرة دينه ويجعلنا من المجاهدين في سبيله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبداً صادقاً مؤمناً أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر